السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض محشي الكرومب بطريقة سهلة جدا ويلا نشوف المقدير مع بعض بصوا انا كان عندي طبعا كرومب شيلة في الفريزر مسلوق وجاهز وطبعا هقولكم ان شاء الله في فيديو تاني هوريكم طريقة عمل الكرومب سلقه وشيله في الفريزر معنا 3 كبيات رس ومعايا 3 روبة خضرة ومعايا معلقتين صلصة طماطم ومعايا توابل محشي فلفل السود وملح وكمون وبابريكات لقوا كل المقدير في صندوق الوصف تحت الفيديو معايا صلصة طماطم كباية كبيرة ومعايا طبعا كرومب وطبعا قلنا على البصل المبشور دلوقتي هنضيف الخضرة على الرز وبقية الخضرة هم 3 روبة خضرة بس هنقلبهم طبعا كويس انا الطريقة دي بفضلها بيكون طعمها احسن واحسن من المسبك بتبقى خفيفة كمان على المعدة هنقلب كويس مع بعض كده هو وبعد كده هنحط ربع كباية زيت من ربع كباية لنص كباية الزيت دوان على حسب ما بنحبه ونضيف طبعا التوابل كلها والبصل والسلصة والطماطم وهنقلب كل الحاجات دي على بعض بس هنقلبه تقليبة كويسة علشان الرز ياخد طعم البصل والتوابل وياخد الزيت والطماطم كل الحاجات دي بتخلي طعم الخلطة حلو لما تيجي تسويه هتلاقي ريحته وطعمه وجمال وطبعا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة كده هو هنضيف الصلصة ونقلب كويس نقلب كله لغاية ما كول الخلطة تبقى حاجة واحدة هنقلبها مع بعض ايوه كده نقلب كويس جدا عشان احيانا بيبقى فيه رز تحت ما خدش الصلصة والتوابل عشان لما تيجي تكليب بقى كله حاجة واحدة بس كده بعد ما قلبناه هنجيب الكورومب بقى اللي هو المقطع قلتلكم مقطع عندي في الفريزر وهنلفه كده بالراحة عايزة تلفه على طبق لفيه عايزة تلفه بيديكي كل واحد واللي يريح هنلف مع بعض تاني كده هو هنعمل كده ايه هنعمل معاكو كام واحدة كده وبعد كده هنكمله احنا مع بعض ونوريكو بقى اول ما تغلي هنكون مجاهزين شربة شربة الشربة اللي عندك بقى المتوفرة ونحط عليها معلقة سلسة طماطم ونزود بيها المحشي كده هو كده بقى على نار عالية ونقلب طبعا الحلة عشان اللي في النص يستوي لان احيانا الكرمب اللي في النص ما بيستويش ويبقى اللي فوق مستوي واللي تحت مستوي وكل اللي في النص ده ما بيستويش لان السائل ما بيوصلوش فطبعا هنضيف كده الشربة بالسلسة ونقلبها تقليبة حلوة ونغطيها وبعد ما تغلي بقى نسيبها على نار هجية حوالي ساعة لربع او من نص ساعة لساعة لربع تمام كده يا حبيبي حلت المحشي استوت بالشكل ده ما تنسوش لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وده المحشي معنا وان شاء الله تكونوا استفدتم من الفيديو ده واشوفكم في فيديوهات